السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي يارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة بقى اول يوم الحمد لله رحت الشغل وطبعا زي ما انتوا شايفين كده الدنيا مكركبة 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 والدنيا ساعة قوي تلجي 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 يا جماعة لكن يلا بقى نتنشت كده مع بعدينا كده واتنشتوا كده مع نصرة كده ولو ساقعنين كده او كسلنين تقوموا كده زي نصرة تعملوكو كباية شاي كباية شاي كده بلبن بسكوتاية اي حاجة كده هو وايه بقى وتتدفق كده هو والحركة بركة زي زمان ما كانوا بيقولوا الحركة بركة وهقول لكم المدام قالت لي ايه وايه اللي حصل بس الله وما صلي وسلم عليك سيدنا النبي يا نصرة انت بتعملي ايه طبعا انا جيت الحمد لله يعني لقيت برضو المطبخ ايه يعني متكركب شوية طبعا انا بدأت اصور بعد ما عملت الاكل عملت ايه اكل النهار ده ما بقيتش عارفة طبعا اول يوم يعني مش عارفة ايه اللي ممكن اعمله اعملت شربة عدس مبدئيا وعملت فترتين كده عالسريع وقلت بقى ايه اروأ كمان المطبخ معاكم والنهار ده حباية بقلبي فيه شغلي خارجي وداخلي عاوز اقول لكم بقى الدنيا تراب برا تراب غريب وفيه زي نينكة ممطرة ده كالنهار تقريبا فالارض كلها طين طبعا نضفت الحتة اللي ما بينفعش اصور فيها وطبعا هنضف معاكم البلكونة بتاعت المطبخ اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي وهقول لكم ايه اللي حصل يعني بيني وبين الست ان شاء الله يعني اللهم صلي وسلم يا سيدنا النبي عليك الصلاة والسلام انا بنسى الكلام يا جميع بتاعت هقول لكم ايه هقول لكم هقول لها الى الله محمد رسول الله قالت لي ايه بقى قالت لي ايه المدام بقى قالت لي ايه قالت لي يا ناصرة بس انا بصراحة يعني مش يعني مش عارفة مش عارفة يعني خايف اقول كلمة كده يعني مش عارفة بصراحة اول حاجة بس انا بشكركم طبعا على دعواتكم الجميلة وكلامكم الجميلية ويا رب كل كلمة حلوة يا حبيب قلبي يجعلها في ميزان حسناتكم يا حبيبي يا رب ما تحرم منكم أبدا على دعواتكم دايما بتشجعوني ودايما بتسندوني ودايما بتقفوا في ظهري يا رب يا رب ما تحرم منكم بشكركم جدا 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 خصوصا حبيب قلبي قل من الوطن العربي من السعودية ومن المغرب ومن العراء ومن اليمن ومن كل بلاد العالم كلهم بيخشولي وبيقولوا بيدعولي وبيقولولي ان هم من بلاد كذا وكذا فبشكركم جدا وبعتزر لو انا في بلد انا ما شكرتاش كل الوطن العربي كله على دماغي حبايب قلبي يا رب ما تحرم منكم ابدا تفضلوا طول عمركم نواريني يا رب يا ناصرة بطلي غالبة بقى يا ناصرة بطلي غالبة وعايز اقولك جماعة والمصحف الواحد انا جيت اعادت كده وكشيت وروحت اعادت شرب شاي في شاي وسقعانة وبعد كده قلت يوه يا بيتة انت تفضلي قعدة كده قمي اتنشطي وخلق وشوفي شغلك بقى مش هينفع كده مش قادر اقول لكم فعلا تلج غير طبيعي تلج غير طبيعي والله العظيم اتدفهم يا حبايب قلبي كده والشاب وحاجة دافية كده وشربة والكلام دوت عشان بجد الجو غير طبيعي المهم قالت لي ايه بقى قالت لي يا ناصرة بصي طبعا هي يا ربنا يخليها لي يا رب ما يحرم ويخلي لها عيالها ويسعيدها يا رب ويسعيدها يعني سعيدها يعني كل حاجة كويسة تبقى ليها يا حبايب قلبي وكل حاجة كويسة تبقى ليكم ويسعيدكم في الدنيا والاخرى يا رب كلكم امين يا رب العالمين قالت لي بصي يا ناصرة حتى لو انت تعبانة تعالي فبصراحة يعني قالت لي يعني قالت لي بصي يعني انت حتى لو تعبانة تعالي طب يا مدام ازاي اجي وانا تعبانة قالت لي مش لازم يا ستة تشتغلي قلت لي مش لازم تشتغلي انا كنت هنا بسول فترتين يا حبيب قلبي حطيتهم معهم قلت مسخن الفرن الاول قالت لي تعالي ومش لازم تشتغلي يعني ازاي انا هاجي يا جماعة ومشتغلش ازاي انا ممكن اجي ومشتغلش يعني مسلا مفيش اولاد عايزة تاكل مفيش ترويق مفيش مطبخ مفيش لازم هاجي بس يعني هي يعني بتحبني وكده بس يعني بتقول لي انا يعني ايه انا بحبك ومستغناش عنك وكده فبرده ايه يعني حتى لو انت تعبانة تعالي يا ست ايه وحتى عشان الولاد مثلا بتروح المدرس وتجي وكده وانت ايه وانا مش موجودة باجي اخر النهار تبقى انت حتى موجودة تفتح لهم الباب بتاع يعني مش لازم تشيلي وتهدي نفسك وتعملي وتسوي فربي ربنا يكرمها يا رب ويخلي لها ولادها ويهدي سرها ويسعدها في الدنيا والاخر يا رب اما بقى الموضوع التاني اللي انا عايز اتكلم معاكو فيه النهاردة اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي موضوع ان انا لما بعد اتكلم في العرسان وفي الجواز وفي البتاع ومؤادم مثلا كل ما اشتكي اقول انا تعبت عادي جدا ما ممكن ابقى ست بيت واعدف في البيت واتعب عادي يعني التعب ده ملوش علاقة خالص بالشغل يعني انا ممكن اتعب زي اي حد ممكن ست بيت او هانم او برنسيسا او اي حاجة ببيتها تتعب جلس ده راي وجه حرج يعني موضوع حتة التعب دي ملوش علاقة خالص بالشغل يعني تمام فحتة بنتي كل ما جاء اقول لها تقول لي اتجاوزي اتجاوزي بص يا جماعة عايز اقول لكم على حاجة والاول مرة هتكلم معاكم الكلام ده اول مرة هقولولو لكم يعني انا اتجاوزت يعني و يعني مهم يعني وحصلت مشاكل وبتاعة وكده بس عايز اقول ان انا طول عمري باشتغل يعني انا خليني انا هتكلم انا عن نفسي كناصرة انا هتكلم انا عن نفسي انا طول عمري باشتغل طول عمري ايدي هي اللي بتشبعني ومش لازم حد ياخد بكلامي انا تمام مش يزم حد ياخد بكلامي أنا مش بقول إن الراجل ملوش لازمة لا الراجل مهم وليه لازمة وإذا كانت الست هي نص المجتمع فالراجل هو نص التاني فلا غنى عن الراجل في حياة الست يعني ما حبيتش إن يكون في حياتها راجل كزوج أكيد تحب إن يكون أخ أكيد تحب إن يكون أب يعني تمام فالراجل في حياة الست دي حاجة مهمة أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى عملها فهي حاجة مهمة طبعا مش محضرة كلام لكن عايز أقول إن أنا طول عمري يا جماعة بشتغل وبشأ ودي حاجة مش وحشة دي حاجة أنا بعتز بيها وبحبها وبتسعدني وبتفرحني وعايز أقول لكل واحدة أو فئة معينة فئة معينة اللي هو مثلا الناس اللي زي حالاتي أو اللي أعلى مني مستوى شوية لازم يا جماعة الناس الستة دي تشتغل لازم الستة تشتغل لازم ما يبقاش هدفها إنها تتجوز الراجل بس إن هو يأكلها ويصرف عليها معنى كده إن الراجل لو قلب عليها وما أكلاش وما صرفش عليها هتا هتموت من الجوع لا طبعا ده أنا ده أنا أنا بتكلم أنا عن نفسي إن أنا عايز أقول إن أنا اتجوزت وطول عمري يعني طول عمري أنا هو طبعا أنا بخبيش عليكم سني أنا ماشي في ستين سنة تمام يعني ستين سنة إلا سنتين أو حاجة كده طول عمري بشتغل وطول عمري إيه دي هي اللي بتشبعني لكن أحيانا حبايب قلبي الواحد أحيانا بيتعب أحيانا بيتعب مثلا كون في البيت يقول لأ لا طب لو حصل لي حاجة محدش يسأل علي طب لو حصل لي حاجة محدش يسأل في طب أنا هتجوز أنا بقول كده أنا هتجوز طب أنا مش عارفة إيه لكن أنا لا هتجوز ولا هتدلع أنا الحمد لله رضا من عند ربنا وعايز أقول إن أنا طول عمري أنا اللي بصرف على نفسي وطول عمري إن أنا اللي بأكد نفسي طول عمري إيدي اللي بتشبعني مش راجل في حياتي شبعني ولا أكلني ولا ولا عملني ولا جاب لي فلوس ولا جاب لي ما عرفش إيه ولا ولا مفيش الكلام ده خالص انا طول عمري معتمد على ربنا سبحانه وتعالى ثم صحتي وفعلا 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 ده حقيقة جماعة اي واحدة في الدنيا لازم تعتمد او يعني اعتمدنا طبعا كلنا كبشر على ربنا سبحانه وتعالى تمام ولكن طبعا طلعت هنا في البلكونة مش قادرة اقول لكم على التلج التلج بس ايه طول الواحد كده ما بيتحرك جسمه بيسخن بيسخن كده وبيبقى نشيط 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 متنشط متنشط يعني مش قادرة اقول لكم الجاري ده والشغل ده تحس ان انتو مستقعانين خالص بتكلم بجد رغم ان انا عايز اقول لكم نفس التكتوبر رصاص رصاص تلج 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 لكن ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقويني وما يرقدنيش ابدا وافضل كده على بصحتي اشتغل واجي وروح والدقلج وتعامل في الصحة من عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا يضم علي وعليكم الصحة حبايب قلبي ربنا يساعدكم ويستركوا في الدنيا والاخرى ويساعدكم ويطمنكم على حبايبكم ويفرحكم والمريض ربنا يشفيه والمحتاج ربنا يرزق الناس جميعا بس عايز اقول لكم جماعة زي ما بقول لكم كده انا من من زمن الزمن وانا قدي كده بشتغل وزي ما بقول لكم كده ايه دي هي اللي شبعتني مفيش راجل في حياتي شبعني انا بقول لكم الحقيقة بأمانة ربنا ايه دي هي اللي شبعتني فربنا يدوم علي الصحة وربنا يدوم علي الشغل وربنا يدوم علي كل حاجة وياخدني كده وانا بصحتي يعني ياخدني كده وانا ماشي على رجل يا رب يا رب وطبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه يكتب لي العمرة ويكتب لكم الخير ويكتب للخير ويكتب للجميع الخير يا حبيب قلب شافين التراب يكتب للناس كلها الخير يا رب ويصلحها للمسلمين في كل اوان وفي كل مكان وفي كل زمان ويستركوا يا حبيبي في الدنيا والاخرى وبقول لأي واحدة يا جماعة يعني مستوها بسيط طبعا ما ليش دعوا بالناس اللي هاي كلاس دولت يعني طبعا ربنا يوسع الناس كلها أنا كلامي أو توجيهي للناس البسطاء اللي على قد حالنا على قد حالهم ودول كتير جدا دول كتير جدا في المجتمع دي مش حاجة وحشة يعني لغنى من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني تمام والغنى غنى النفس طبعا انه كل واحدة تشتغل حتى لو متجوزة تشتغل مش لازم تشتغل موظفة تشتغل اي حاجة تشتغل حتى تجيب شوية حاجات اللي هي المنتجات اللي بتتبعها ان كانت ادوات مكياجات ان كانت حاجات خاصة بالاكل ان كانت حاجات خاصة بالمطبخ تعمل مشروع بسيط كده من البيت من عندها تبيع تجيب منتجات تبعها لجرانها تبعها لما عارفها تبحها لقرائبها تطلع تعمل لها سبوبة كده علشان ما تجيش في يوم من الايام تتحوج لأي حد وربنا ما يحوج حد لأي حد الشغل ده حاجة مهمة جدا في حياتي جدا 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 يا رب يا رب يا رب ياخدني كده وانا بصحتي محتاج ولا ارقد ولا احتاج اي حاجة من حد ولا يا حباب قلبي يحوجكم لحد غير لوجهه الكريم كلنا امين يا رب العالمين فعايز اقول طبعا زي ما بقولكو كده لكن الواحد احيانا بيزهق او بنتي برضو عشان ما عندهاش خبرة ساعات تجي تقول لي ايه كل ما شك تقول اتجوزي اتجوزي اتجوز ايه يا جماعة اه اتجوز لأ طبعا ما فيش الكلام ده خالص في دماغي ولا في فكري خالص انا كل اللي بفكر فيه ربنا سبحانه وتعالى اكتب لي العمرة وعايز اقولي ان انا طول عمري باشق او طول عمري انا اللي بأكل نفسي ولو نفسي في حاجة بجيبها نفسي في حاجة بعملها وكل حاجة انا اللي وعايز اقول لكم الشجرة دي بتاعت ايه الشجرة دي البتاعة اللي فيها دعمل زي لارنج لو حد يعرف منكو ده بيستعمل في ايه يقول لي مش عارف اسم كونكوة ولا كوكوة ولا كينكي بي حاجة كده فيها كوكو كيكي حاجة كده فقولولي يا حباب قلبي ايه اسمه ايه بتاعة ده عامل زي لارنج كده قولولي تمام انا بقى طعمه بحبه كده ميزز تحس انه زي اللامون زي البرتقون زي اللارنج حاجة كده يعني المهم ربنا يا رب يدوم علينا الصحة ويدوم عليكم الصحة ونصرة طول عمرها دراحة هو اللي بيأكلها ودراحة هو السطر من عند ربنا سبحانه وتعالى وطول عمرها دي حاجة مش وحشة دي مش شكة ولا اي حاجة دي حاجة جميلة جدا انا بعتز بيها ان انا ست بمية راجل ما فيش راجل بمية ست الا كان في ست بمية راجل ان انا بشتغل وبكافح وبأكد نفسي وما بحتاجش لأي حد و يعني ده كان كلامي لكم النهاردة فأي واحدة مستواها قدي او قلي مني لازم تشتغل ولازم يعني يعني ايه تساعد نفسها تساعد نفسها تساعد نفسها